دكتور احنا فحصنا 26.5 مليون سيدة التارجت او المستهدف بتاعنا ان احنا نوصل لكام العدد او انهي فئة عمرية اللي بنبتدي نكلمها من اول سن كام بغاية طبعا يعني ما لا نهاية لكن احنا بنبتدي نستهدف من اول عمر كام للفتيات والسيدات خلي بالحركة ان هو المبادرة صحة المرأة هي مقسومة للشقين اولا ان هو بيبقى زيادة الوعي الصحي للسيدات وللاناث تاني حاجة الامراض اللي هو غير السريرية بمعنى ان هو السكر والضغط بيبقى السيدة بتروح للمركز الصحي الاولي مش بس بيبقى كشفه مبكر على اللي هو سرطان السدي لا ده كشف عن اللي هو السكر والضغط وكل الحاجات التانية وتوعية عامة لها بالاسليب الحياتية الصحية فبالتالي هو كل السيدات من سن 18 سنة تقدر ان هي تروح تكشف المبادرة ولكن خلينا نقول ان هو السرطان السدي والكشف المبكر لسرطان السدي بنانصح به السيدات من سن 18 ان هو بعد الدورة الشهرية ان هو الفحص الذاتي وكمان بيعلمه السيدات وان هو مرة كل سنة او اتنين تروح تكشف عن حد متخصص حتة الاشعة ان هي تتعمل تتعمل بعد سن الاربعين لو ما فيش تاريخ مرضي وهو اشعة المامو جرام وبتعمل مرة كل سنة او اتنين ده اللي احنا عاوزينه فالفئة العمرية اللي احنا بنتكلم عليها احنا محتاجين اللي احنا نوعي من سن 18 فلو قلنا ان هما الفئة ديت حوالي بنكلم على اربعين في المية من الميتة مليون فهما دول الفئة اللي احنا عاوزين اللي احنا نبقى مركزين معاها اكتر اشتركوا في القناة